مرحبا بكم لبنات فوصفات رشيد العماري على اليوتيوب اليوم ان شاء الله غد نعملو واحد الوصفة هي عبارة عن شربة بالسامة كجي رائع وكجي سهل وزوينا بالسالمون وبعد فوكيه البحر كجي روعف الماداق انتمنى ان شاء الله تجربوه وتعجبكم لانه كجي وصفة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم نبقوا مع الطريقة والمقادير فرجة ممتعة على بركتي الله نبدأ معكم من وصفة والطريقة كانحتاجوا للسامة اي نوع عندكم انا هنا عندي السوريمي وعندي السالمون وعندي الاخطوبط وكان حتى بوزروق خديتهم وعملتهم في الماء سخون يعني اسلقتهم معا شوية يعني اسلقتهم باش تحيد منو ما ذاك الرائحة ديالزفار باش ملقاش يعني ريحة فيهم كانحتاجوا الزعفران كانحتاجوا الزنجابيل اه وكانحتاجوا الابزار اه فلفل يعني الاسود والملح اه هنا عندي البصلة محكوكا وعندي سلصة ديال ماطيشة اه عندي في المجمد وعندي ثومة وخديت واحد عندي واحد عندي واحد اه الطرف ديال الدجاج يعني فيه العظام اه ما لحتوش خديتوه وقالي نعملو في هاد الشربة هادي باش يطلق نكها زوينة لانك يتوتى دجاج مع الحوت اه وخديت زيت زيتون هادو هما المكونات كيبقى لكم الاختيار عملوا اللي بغيتو وعملو اي حاجة كتأجبكم اه 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 انا هاد الحوت هادا راه سلقتو باش 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 في هادك الريحة ديال السفر لانك يكون شوي ريحة ديالو مزعجة اه 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 سلقتوه وصفيتو وخليتو جانبا ده بغنمر ان شاء الله باش نوريكم غناخد هاده اه إذا الطرف ديال هاد سوف نضيف لهم المال كافي نضيف الماء والمال كافي نضيف الماء والمال كافي لنضيف الطنجرة ونضيف الطيب من بعد ما طاب لي هاد هاد الخالط هاداش اديت تحيد هادك العظم ديال الدجاج وضفت هاد الحوت هاد اضفته هاد الماء وغان نضيف شعرية الشعرية هنا عندي رقيقة وانتو ما كتعملوا اللي بغيتو غادي نضيفها هنا يا مع هاد السامك يعني الحوت ومن بعد نخلط وانا كان يعني شدر ما كيتطلبش الوقت بزاب لانا ضغيك وشي كي طيب من بعد كتضيفو الربيع الكيمية الكافية اللي بغيتو وكان ناخد واحد شوية ديال كنور اه اه كان عمله ساية شوية هنايا لانها كتزيد البنه وكتتعطي مدقة رائع لها هاد الشربة هادي سافي وغادي نخلط مزيان حتى غايت جنسو هاد المكونات والطبلية طبلية الشعرية لان الشعرية هادي كتطلب غايتها ديال الدقيق وكتكون صافي راه جاهزة سافي ونخلي هاد القوامي تشرب شوية ومن بعد ان شاء الله وتشوفو كي كتجي ها هي من بعد ما طابت كنحصل عليها على هاد الشكل هادة كتجي شربة رائعة وزوينا وان شاء الله تج تجربوها وتقدموها لاعز الناس شكل نهائي ديالها ها هي وجدات كنحصل عليها على هاد الشكل هادة ولكن صدقوني المدقة ديالها روعة وزوينا انتمنى تجربوها وتعجبكم ما تنسوش تدعموا اللايك وما تنسوش تجيل في القناة باش يوصلكم كل جديد انتمنى ان شاء الله تدعموني وانتمنى لكم الخير وإلى فيديو قادم بحول الله مع السلامة شكرا على المتابعة بارك الله وفيكم